جلسات الصماري تحت أشعة الشمس في عينزاتوت لا تحلو إلا في حضرة العم إسماعيل منزر محبوب الجميع ومحدثهم عن ماض بعيد تحتفظ به ذاكرته عم إسماعيل منزر بالنسبة لي نراه تاريخ هو الذاكرة نتاع البلاد تعينزاتوت نجي نسقسي عم إسماعيل هو اللي فهمنا في الأمور تعتقلي والعدد تعال البلاد لا يكل العم إسماعيل من الحديث شهية الكلام تنفتح لديها كلما تحلق حوله جلساؤه صور جميلة يرسمها العم إسماعيل في سرده للوقائع وأخرى فيها شيء من الألم خصوصا إذا تعلق الأمر بفترة الاستعمار العينزاتوت القرية الجبلية الجميلة بالأمس ببساتينها الغنى واقعها اليوم مؤلم تعكسه نبرة العم إسماعيل عينزاتوت كانت كل في قريبة كل شيء تمشي قديلي اليانا تفقلت يخفو نشوف هو الرسمي بعد يخفو نشوف يسجي منها اللي مويست جلسات الصماري لدى جيل الأمس كانت تقام تحت عنوان حديث ومغزل أما لدى جيل اليوم فتقام تحت عنوان شيء من الواقع وكثير من الافتراضي ترجمة نانسي قنقر